عزيزاتي أعزائي في الحلقة الماضية تكلمنا عن اسم إبراهيم الخليل في القرآن وقلنا إن هذا الاسم لم يكن في الأصل سوى أبراهام وليس إبراهيم لأن أبراهام باللغة العبرية والآرامية معناه أب الجمهور أو أب لنسل عظيم لإتبات وعد الله لأبراهام أنه سوف يكون أب لدرية كعدد النجوم في السماء كما ورد في الإصحاح 17 لعدد 5 من صفر التكوين بعدما كان يعتقد أبراهام أنه عقيم لن تكن له درية لأن زوجته سارة كانت عاقر وذلك بحسب الإصحاح 15 العدد الثاني اليوم سنقدم المزيد من الأمثلة على الأخطاء النسخية أو أخطاء السهو والنسيان في القرآن منذ البدايات الأولى لتدوينه ومعظم المسلمين لا يعتقدون بوجود أخطاء من هذا النوع في القرآن وقد تحدى أحد الدعاة المصريين وأيده مجموعة كبيرة من الشيوخ السلافيين حتى عندنا في المغرب بأن نقدم كمختصين أو غير مختصين خطأا نسخيا واحدة تكرر في مخطوطتين للقرآن بقوله في الدقيقة الثالثة إلى الرابعة من إحدى حلقاته على اليوتيوب قال بالحرف لكن في القرآن الخطأ لا يتكرر أبدا وقلت إن الخطأ الذي يولد في مخطوطة معينة يموت في نفس المخطوطة مش حييجي ناسخ تاني ويحط نفس الخطأ وبالتالي الأخطاء لا تنتشر في مخطوطة القرآن وتحديت أي شخص أن يأتينا بخطأ تكرر في مخطوطتين من مخطوطات القرآن فالقص البروستانتي وصديقه ما إدروش إنهم يجاوبوا عن التحدي فتجاهلوا هذه النقطة وأنا أرفع التحدي مرة أخرى هل يستطيع القص البروستانتي وصديقه أو أي شخص يشكك في مخطوطات القرآن أن يأتينا بخطأ نسخي تكرر في مخطوطتين مختلفتين انتهى الاقتباس وقد قبلت هذا التحدي ليس لأظهر له أن كل ما سمعه وتعلمه من شيوخه ليس دائما بالحقيقة ولكن فقط من باب البحث في المخطوطات عن هذا النوع من الأخطاء فهل هي حقيقة غير موجودة كما يدعي؟ أم هناك أمثلة يمكن دراستها وفهم لماذا هي أصلا موجودة؟ عندما سمعت هذا التحدي تذكرت أنني وجدت بعض الأمثلة من هذا النوع أيام دراستي للمخطوطات القديمة فعندما راجعت العمل الذي قمت به سابقا وإذا بأجد على الأقل سبع مخطوطات مختلفة بالخطي الحجازي والكوفي تحمل نفس الخطأ ما سماه هذا الداعية بالخطأ النسخي وذلك في سورة الرعب الآية 19 أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أول الألباب كلمة أول في كل هذه المخطوطات السبع على الأقل جاءت بالألف في آخر الكلمة أولى أنا شخصيا لم أجد هذه القراءة في أي مرجع من المراجع القراءات المختلفة ولا حتى الشاذة منها والسؤال المطروح هل هو فعلا خطأ نسخي أم قراءة أصلية ضاعت مع الزمن أولا ننظر للمخطوطات التي جاءت فيها هذه الكلمة وهي كالتالي في المكتب الوطنية الفرنسية بباريس توجد أربع مخطوطات وهي أرب 332 الرقعة 24 ريكتو أرب 333 ألف الرقعة 13 ريكتو أرب 334 س الرقعة 31 أر أرب 328 ألف الرقعة 50 فيك فيرسو وفي مكتبة بستشتاين ببرلين 305 الرقعة 95 أر ثم مخطوطة في المكتب الوطني المكتب البريطاني عفوا بلندن أر 2165 الرقعة 28 فيرسو وأخيرا وليس آخرا مصحف المشهد الحسيني بالقاهرة الرقعة 435 ريكتو التي توجد في البلد الذي يعيش في هذا الداعية وبعد أن تأكدنا من وجود كلمة أولى في هذه المخطوطات السبع نحاول مناقشة الأمر فقرحنا السؤال الأول هل هو فعلا خطأ نسخي؟ الجواب في ضل الاعتقاد بوجود إمكانية حفظ القرآن في الصدور فهذا مستحيل تكرار نفس الخطأ في أكثر من مخطوط لكن في غياب هذه الإمكانية في عصر التدوين هذه المخطوطات القديمة فذلك ممكن وبالتالي فرضية حفظ القرآن في الصدور لا تقف على أرضية صلبة منذ عصر الرسول إلى عصر تدوين هذه المخطوطات القديمة على الأقل أما إذا كانت قراءة من القراءات التي ضاعت عبر مرور قرون من الزمان فهذا ممكن كذلك لكن تنسف نظرية حفظ القرآن في الصدور على الأقل إلى فتة التدوين آخر مخطوط من هذه المخطوطات التي قدمناها على الأقل إذن كلا الحالتين تظهر ادعاء حفظ القرآن في الصدور في بدايات الأولى لظهور الإسلام قد يتساءل أي باحث في الموضوع هل هناك أمتلة أخرى من هذا النوع الجواب نعم وهو من صورة النحل الآية 21 أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون وهذا المثل كان من اقتراح الصديق الدكتور صمويل تحية له كلمة أيان جاءت على الأقل في مخطوطتين بدون ألف المد أين يبعثون أي المكان الذي سوف يبعثون فيه خلافاً لمعنى أيان يبعثون أي متى إيوان ذلك؟ نجد هذا المثال في مخطوطة المكتبة البريطانية بلندن OR 2165 الرقعة 34 ريكتو وكذلك في مكتبة بيستشتاين ببرلين 331 الرقعة 11 فيرسو هذا النموذج قد نتفهم سقوط حرف الألف المد سهواً من طرف الناسخين في هاتين المخطوطتين ويكون محل صدفة لكن المثال الأول في صورة الرعد يستحيل أن يكون صدفة لتكراره على الأقل في سبع مخطوطات مختلفة هناك أمثلة أخرى لا داعية لتقديمها لأنها تشابه المثل الأخير في صورة النحل نتيجة البحث على العموم تفيد أن التحدي الذي طرحه هذا الدعية مجرد الدعاء ولا يقف على أسس علمية وبالتالي يمكن القول أن القرآن لم يكن محفوظاً في الصدور كما يعتقد جل المسلمين في عصرنا الحاضر نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر